تختتم اليوم فعاليات النسخة السابعة عشر لمعرض البحرين الدولي للكتاب بعدما كان قد فتح أبوابه لمدة أحد عشر يوما أمام الباحثين عن كل ما هو جديد من إصدارات كتب الأدب والعلوم والمعرفة وهذا من خلال ثلاثمائة نوات معلومة دار نشر من مختلف أنحاء العالم كانت قد سارعت نحو المشاركة في المعرض لطرح كل ما لديها من مجلدات كتب تنوعت بأسمائها لتفاوت بمخزونها العلمي وفحو ما جدت به بالشكل الذي حاك رغبات القارئ المتنوعة من نهل من معين العلم سهل عليه اكتساب المعرفة من عديد المصادر التي يكتال منها العقل متنوع الحكم والدروس والقواعد التي تزيد من مستوى إدراكه لتضيف له فيما بعد طرقا أرحب من الفهم البناء معرض البحرين الدولي للكتاب لم يبخل على مرتاديه طيلة أيام فتح من خلالها ذراعيه لكل باحث شغوف حريص على الاستزادة من الثقافة عبر مجلدات كتب تنوعت بأسمائها لتتفاوت بمخزونها العلمي وفحو ما جاءت به طبعا يعطيهم ثروة أبداعية تزيد من ثقافتهم الحمد لله مدرساتنا طالباتنا جدا متميزات فهذا الشيء يزيد من تميزهم وابداعهم فهي ساعد الطالبات على تطوير ثقافتهم خارج المنهج المدرسي يعتمد على نوع الكتب على ذوق القارئ يعني تنوع الكتب وتنوع الكتاب وتنوع القراءة يجعل من ثمار القراءة يعني الشيء لا يحصل الاطلاع على كل ما هو جديد ومفيد من إصدارات الكتب لم يعد مقتصرا على فئة الكبار فالصغار أيضا رغبوا بأن يكون لهم نصيب مما يودون اكتسابه من علم ودراية عشان نمي يحب القراءة في الذهن وهي المكان يعني من يحب القراءة في الطالبات لدي الجميع لأنهما يزيدون معلومات في العقل خلونا شوي نعرف نقرأ بيئة العرض والتسويق التي وفرها المعرض منذ انطلاقه من جهة وتقريب المسافة بين القارئ ومؤلف الكتاب من جهة ثانية ميزات لم يغفل أصحاب دور النشر الإتيان على ذكرها طبعا فرصة طيبة للتعريف الكتب الموجودة وفرصة طيبة للزوار يعني بالشراء لأن بعضهم الناس يعني في المعرض ممكن بس يشتري أكثر من يكون في البيت ساعة 8 يشتري يقول لا مو مهم لكن إذا صار معرض يعني ممكن يتشجع أكثر الحقيقة كان في الأجيال السابقة عالم الطفل يعيش أحيانا عالم الأشياء بعيدا عن عالم الأفكار بعيدا عن الثقافة بعيدا عن تنمية المهارات والقدرات في هذا المعرض حرصت الإدارة أن تكون حتى الألعاب ليست فقط تعليمية وإنما أيضا تنمي المهارات والقدرات لدى الطفل في كل نسخة من نسخ معرض البحرين الدولي للكتاب تطرح الجديد من الأفكار وتأتي بحديث العناوين لكتب ما فتأت مواضيعها تخاطب إبداع الإنسان من جانب وفي تنوير المجتمعات فكريا وثقافيا وحضاريا من جانب آخر ساعات قليلة تفصلنا عن إزدال الستار على فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب هذا المعرض الذي استطاع أن يتوج نفسه كتظاهرة ثقافية كان بطلاها الحرف والكلمة ونصيرها عقل تفكر فتدبر أهمية الكتاب ودوره في رصانة فكر الأمم لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر